كشف الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو عن تشكيلة حكومته لفترة ولاياته الثانية والتي يشغل فيها منافسه الرئيسي في الانتخابات السابقة منصب وزير الدفاع وقال ويدودو إن بربو سوبيانتو زعيم المعارضة في فترة ولاياته الأولى سيشغل منصب وزير الدفاع وسوبيانتو جنرال سابق مثير للجدل وكان المنافس الوحيد لويدودو في الانتخابات التي جرت في أبريل نسان وسادت حالة من الجدل حتى بين الكثير من مؤيدي ويدودو إزاء انضمام سوبيانتو إلى الحكومة الجديدة حيث أنه رفض في البداية الإقرار بالهزيمة في انتخابات أبريل نسان وطاعن على النتيجة أمام المحكمة الدستورية زاعما أن الانتخابات شابها تزوير واستغلال للسلطة بشكل منهجي كما اختار ويدودو نصف الوزراء في الحكومة الجديدة البالغ عدد أفرادها 34 وزيرا من التكنقراط فيما تألف النصف الآخر من شخصيات لها صلاط بالأحزاب السياسية وكانت هناك حالة من الترقب إزاء تشكيلة الحكومة الجديدة خاصة من ناحية عدد الوزراء التكنقراط الذين من المرجح أن يساهموا في تنفيذ خطط ويدودو لتعزيز النمو والاستثمار في البلاد ترجمة نانسي قنقر